موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحليل بنانية على الاسل مبادئ Power Query او PQB هذا الفيديو PQB 15 سنرى كيف يمكن نقوم بفلتر ديناميكي باستخدام Power Query في المسال العمل اليوم لدي ديتا بتاع المبيعات بتاع الرابع الثاني من سلسلة 2017 موجودة في الجدوة و دي عبارة عن مية وسبعين الف لين من الديتا عندي كمان الرابع الثالث والربع الرابع وكل واحد فيهم تقريبا حوالي مية وسبعين الف لين زي ما احنا شوفنا ايه المطلوب؟ مطلوب ان انا اجيب شيت زي دي و اعمل فلتر اجيب سبست من التابلز دي كلها زي ما انتشاف هكدول كلهم حوالي اربعين لين لو روحت هنا حلاقي ده الديت بس اللي انا اختارته هنا هو هو اللي ظهر لي هنا و كمان الكاتيجوري بس اللي انا اخترته اقدر اختاره من الدروب داون هنا اختار الكاتير اللي انا عايزه و ادوس ريفراش الاقي حصل الابديت للديتا دي و جاب لي السبست و طبعا السامري اللي موجودها ده هيتغير تلقائيا كل ده باستخدام الباور كويري عشان نعمل الكلام ده في الباور كويري محتاجين نشوف حبة حاجات اولها مثلا ازاي استخدم excel.currentworkbook لاستخراج البيانات و احنا اشتغلنا المرة الفات عليها و شفناها في فيديو بي كيو بي 14 كمان ازاي اعمل دوبليكات الكويري و دي مهمة اوي هنشوف هنستخدمها كذا مرة و ازاي ممكن تسهل عليك حياة كتير اوي ازاي انسخ الكويري اعمل منها دوبليكات هنشوف كمان ازاي ممكن استخدم الكويري عشان اعمل dynamic unique list من table معين او من field معين او من column معين هنشوف كمان ازاي ممكن استخدم في validation data validation و اطلع منها قائمة منسدلة استخدمها في الفلتر او طلع منها drop down استخدمها في الفلتر هنشوف ازاي ممكن اخد table صغير واحوله الى قيمة منفردة او single value باستخدام الكويري عن طريق حاجة اسمها drill down هنشوف كمان ازاي ممكن اخد data المنفردة دي او القيمة المنفردة دي او single value واستخدمها ك input جوة الpower query علشان اقدر استخدمها جوة الفلتر استخدمها ك criteria و هنشوف ازاي لما تيجي معلومات جديدة بيحصل تحديث تلقائي لان احنا استخدمنا في الاول excel.count workbook في اي تابل جديد هيخش هيحصل فيه نفس الخطوات اللي اتعمد في التابل زل قبل كده وبالتالي هيحصل تحديث تلقائي لما حط بيانات جديدة و هنشوف مع بعض كمان ازاي ممكن اسجل ماكرو بسيط و ازود زرار واربطه بالماكرو زي زرار الرفراش اللي احنا شفناه في ال excel file اللي شفناه مع بعض زي ماحاك شايف ده الفايل اللي شفناه لسه من دقائق و شوفنا فيه ان انا عندي مية وسبعين الف لاين موجود فيه مبيعات الرابع التاني من سنة 2017 مطلوب ان انا ابدأ ادخلها جواء ال power query دلوقتي على طول طالما هي تابل ممكن على طول نروح نبعاتها على طول على ال power query هروح على data ribbon من data ribbon get and transform مكان ال power query في excel 365 حلية الايكون بتاعنا بتاع from table or range اول ما هدوس عليه هيفتح ال power query editor على اليمين هلاقي اسم ال query جاي من اسم ال table خليني اغيره وهسميه حاجه زي filtered report تعالى كمان هلاقي اول حاجه السورس لو قفت على خطوة السورس وروحت على formula bar هتلاقي استعمل excel.current workbook زي ما حراك شايف بالشكل ده النهاردة بادئ ب table 1 بس بتاع quarter 2 بعد كده هجيلي quarter 3 و quarter 4 فانا عايز اخد كل ال data كل ال tables مهما كانت فبالتالي ممكن اعمل delete بعد excel.current workbook ممكن اعمل delete من اول هنا لكل موجود بعد كده backspace ودوس enter هيحراك جاب لي list بكل ال tables اللي موجودة في ال workbook ده وطالما هو table 1 فال list عبارة عن line 1 او عبارة عن record 1 وده منطقي بعد كده لما زود tables هلاقي بعد كده العدد ده بيزيد 2-2-4 وهكذا طيب دلوقتي حراك بقى فيه خطوة بقى اسمها change type لو روحت وقفت عليها طبعا هتلاقي بايزة خالص لان كانت موجودة على الشكل القديم بتاع source ف change type دلوقتي بايزة ممكن ادلتها على طول مش محتاجينها وكمان بعد كده حراك زي ما قلنا احنا ممكن نضيف tables تانية بس انا مش عايزه ياخد معي في الكويري دي الا بس ال tables اللي اولها كلمة sales يعني مثلا هنا ده هيطلع في الاخر القويري دي هتخرج في الاخر على شكل table باسمه filtered report واحتاجة زود كمان 2-3 tables جوه نفس ال excel sheet فانا مش عايز ياخد معي اي table اللي لما يكون يبدأ بكلمة sales عشان ما يحصلش اي لخبطة في الشغل اللي احنا هنعمله فبالتالي هنعمل خطوه استباقية و هنروح على الفلتر اللي موجود هنا و هنقوله لو سمحت انا عايزك تعملي هنا text filter و هقوله begin with يعني ما تختارش اي حاجة الا اما تبدأ بكلمة معينة فbegin with و هكتب كلمة sales وبعدين هختار من هنا هقوله اوكي خد بالك كده مش هيحصل اي حاجة يعني الخطوه دي ملهاش اي تأثير الا ان بعد كده لما تيجي tables جديدة لو لقى table ما فيهوش كلمة sales في الاول فمش هياخده معي و ده المطلوب لاني بعد كده كل الـ tables اللي هدخلها عشان يحصل عليها automation هتكون بدقة بكلمة sales فكده خلاص حضرتك انا جاهز عملت اول تاني خطوه هي بقت filtered rows انا مش محتاج بعد كده الاسم خلاص انا محتاج بس الـ content اللي هو الـ table لو قفت هنا الـ content ده هو data الفعلية زي ما انت شايف موجودة هنا لكن انا مش محتاج الاسم اللي موجود برا فانا واقف على content دي ممكن اعمل right click و قوله remove other columns وبعد كده من السهمين العكس بعض انت شايفهم فوق دول لو دست عليهم هعمل expand فاول حاجه ما تنساش uncheck use original column name as prefix وهي انا محتاج كل الـ data اللي موجودة جوه فهدوس على اوكي ادي زي ما انت شايف الـ table بتاعك كله بقى موجود هنا دلوقتي انا محتاج ازبط الـ data types هروح الـ transform شفناها المرة اللي فاتت حقوقي take data type هيروح لوحده يبدأ يشوف يزبط الـ data type اعتقد كله تمام ممكن اغيره اخليه date بس مش محتاج الـ time في حاجه فاضل حاجه واحده بس خد بالك ان انا عايز ده يكون بعد كده filtered report بتاعي انا عايز بعد كده اختار الفلتر بتاعي من الـ excel او اخد الـ input بتاع الفلتر من الـ excel ولكن مبدئيا تعالى نعمل فلتر عادي خالص من جوا الـ query علشان نجاهز نفسنا ان احنا نجيب بعد كده معلومة الفلتر دي من جوا الـ excel نفسه هعمل كده ازاي خلينا انا محتاج اول حاجه filter على date فتعال اقف على date واختار اي حاجه اختار وليكن 1 April وادوس اوكي فكده عمل لي فلتر على 1 April وتعال نروح على الـ category الفلتر التاني محتاج بيكون على الـ category وانتعال نختار مثلا الـ accessories او الوحدة انا اختارت بشكل عشوائي مش مهم الاختيار بتاعي اي فلتر وخلاص عملت فلتر على 2 columns دول وزي ما انت شايفة هو عمل لي filtered rows ولو بصيت تاني على formula bar هتلاقي كتب power query formula اسمها table.select rows دي لتعمل الفلتر وبعدين راح قال لك انا عايز الـ date يساوي الـ date بتاع 1.4.2017 2017.4.1 وقال كمان عايز الـ category يساوي accessories. لو انا عرفت اجيب حاجة dynamic من الـ excel وحطها هنا مكان حتة بتاعت الـ date واجيب حاجة dynamic للكاتيجري برضو من الـ excel file اللي انا شغال عليه وحطها هنا مكان الـ accessories وكلما غير الاختيار بتاعي يحصل لها التغير هقدر اعمل فلتر بشكل ديناميكي طيب لحد ما نعرف نعمل دي خلاص الـ query جاهزة ممكن اعمل لها loading في الوقت الحالي هروح على home close and load close and load to من الـ import data هقول لو سمحت عايزه في table existing worksheet روح على output top corner ودوس على اوكي طيب دلوقتي احنا عايزين نحط الـ input بتاعت الـ filters دي تكون جاية من الـ excel file نفسه فانا محتاج هنا مثلا table صغير يكون الهيدر بتاعه اسمه date علشان اكتب date احنا حاليا 1-4-2017 ادي اديت الموجود دلوقتي ومحتاج كمان table صغير اكتب هنا في category وهاختار category اللي هو الموجود حاليا اللي هو الـ accessories ممكن اخد منها copy وحطها هنا على طول دلوقتي انا عايز ابدأ اقول الـ power query لو سمحت بدل ما تاخد الفلتر اللي انا عامله بأداية ده انا عايز اتروح تاخد الـ input من المنطقتين دول زي ما اتفقنا عشان ادخل اي حاجة جوه الـ query الافضل انا حولها الاول لـ table format فادي اول data set وانا واقف اي حتة فيها هقول له control t هدوس على اوكي فتعالا مثلا دي نسميها date input وادوس على enter ممكن اروح على data واروح على نفس الـ icon نحن نستعمله بتاع from table or range اسم الـ query جاية من اسم الـ table وزي ما انت شايف فيه source وفيه change type عملها بشكل automatic change type هو اختارها لك عمل لك date و time زي ما اتفقنا انا مش محتاج غير الـ date بس فممكن اشيل الـ time هاختار من الـ corner هنا من الـ icon اللي في الـ corner ده وقول له عايز date بس وهقول له replace current زي ما انت شايف حراك بقى عندك واحد ابريل 2017 انا عايز اعمل حاجة صريفة جدا عايز اخلي الـ table ده عبارة عن single value فيها بس ابريل 2017 واحد ابريل 2017 ازاي ممكن اعمل كده لو عملت right click ايه اللي هيحصل حلائق الـ query كلها اختفى منها number of rows واختفى منها الـ column وحلاقي كل الموجود عندي single value اللي هي واحد ابريل 2017 وبالتالي اقدر اخد الـ single value دي لو انا خدت اسم الـ query دي وعملت لها control c وروحت على filter report هنا وروحت على الحتة بتاعة date اللي موجودة هنا احنا فاكنا لما شفناها في formula bar قلت له each date equals وبعدين حطين هنا هاش ومعادلة عشان يطلع date من الارقام اللي اخترتها لو علمت عليها كلها وعملت control v واجبت اسم الـ query اللي انا لسا عملها دوقتي حالا اسمها date input هو بعد كده خلاص فهم ان انت محتاج تعمل filter حسب الـ query اللي موجودة هناك وطالما الـ query اللي موجودة هناك الـ input بتاعها جاي من الـ excel ثم هغير في الـ table اللي موجودة في الـ excel وعمل refresh هيروح الواحد وكمان يغير الفلتر اللي موجود هنا طب دلوقتي انا محتاج اعمل close and load close and load to فهعمل بس load للـ date input انا محتاج بس اكتبها في اي حتة محتاج بس اقول له ايه only create a connection ودوس على اوكي تعال بقى كان نغير نجرب التاريخ مع بعض طور مثلا 2 ابريل ودوس enter وتعال هنا اعمل right click وقل له refresh ادي التاريخ عندك حركة طول بقى 2 ابريل والفلتر شغال معك نفس اللي عملناه في الـ date نقدر نعمله بسرعة كمان في الـ category control t my table has header دوس على اوكي المرة دي يسميها category input ودوس enter هنروح على data الايكون الظريف بتاعنا مش محتاج الـ change type delete right click drill خد copy من اسم الـ query اسمها category input control c روح على filtered report وتعالى ثاني في الفومولا bar وروح قدام category ويعلم على accessories وحط مكانها category input query ودوس enter close and load to only create a connection ودوس على اوكي نغير اكسسوريزين ندوس enter right click refresh هتلاقي عندك عطول bikes والتاريخ الجديد الفلتر بتاعك شغال بشكل ممتاز جدا فاضلي حاجتين بسرعة اول حاجة محتاج اعمل dynamic list علشان اطلع اسامي الـ categories اعمل هنا drop down عن طريق data validation واي category جديد اشوفه كمان محتاج ان اعمل validation للdate عايز اعرف الـ start date هيبقى فين و الـ end date فين عشان ما هنش دخل date غلط وهنا كمان عايز اسم بتاعك تجري بشكل غلط طيب هنعمل الكلام ده ازاي خلينا نروح على filtered report query right click والمرة دي هقول له duplicate حاجة اول مرة نشوفها اول ما هقول duplicate هيفتح لي على طول power query editor ولو فتحت على اليمين هنا حلاقي filtered report دي بقت موجودة مرتين مرة الاسم الاصلي بتاعها اهو ومرة حطها لك بين قصين زود لك يعني two زي بتعمل copy لأي فايل يكون اسمه موجود قبل كده تعالي نغيره هنا على طول ونسميه category list وندوس enter تعالي نرجع شوية للهيستري بتاع query دي بدقين بالsource no change بعد كده عملت filtered rows لو تفتكر قلت له شلي اي حاجة فاكرا ما عملناها مع بعض في الاول اهو فعلا بيعمل كده بيشيل اي حاجة من عادة اللي بادئ بالسيلز بعد كده قلت له شلي الاسم مش محتاجه بعد كده قلت له expand انا من اول expand دي وانا محتاج اغير لو دست على الويل الموجودة هنا هقدر اغير في expand انا مش محتاج كل الديتا دي محتاج بس الكاتيجوري هدوس على اوكي بعد كده تشينج طيب هلقيها بازت خيانا اعمل لها delete كمان مش محتاج الفلتر هعمله delete هو كمان بس هنا ممكن انا اخطار الديتا طيب بتاعتي على طول خليها ابي سي بس او ما يساوي تكست وهروح على remove rows هنا واقوله لو سمحت remove duplicates فبقى عندي بس الاربع categories الموجودين الكويري دي جاهزة ممكن على طول عملها close close and load to من input dialog box هختار table existing worksheet روح على resources على top corner ودوس على اوكي كويري جديدة فيها اربعة rows حصلها loading مبدئيا انا محتاج اعرف اسم التابل اللي موجود هناك واسم الفيلد اللي موجود فيه الليستة انا عرف ان اسمه category list زي ما انت شايف هنا فلو قفت هنا قلت له equal وكتبت كلمة category هتلاقي الواحده وقدى لك حبة option منها option بتاع tables اللي موجودة دلوقتي فمنهم مثلا الكاتيجري list ده table موجود لو دوست tab هكتب لك اسمه افتح square bracket هيفتح لك اسامي الكولومز الموجودة فيه انا عايز منه category اعمل tab وقفل ودوس enter فطبعا انا شغال على office 365 فعمل spell لوحده لو عايز تفهم spell ازاي بيشتغل عملنا فيديو عن الموضوع ده اللينك بتاعه موجود فوق دلوقتي ممكن ترجع له وتفهم الكامدة ازاي بيحصل في office 365 انا مش محتاج اللي انا عملته لكن انا محتاج العنوان اللي موجود فوق موجود في الفورمولا اللي فوق الفورمولا بار زي ما انت شايف فحقف عليه وعمله selection وقوله control c وبعد كده حضرتك ممكن تروح على data validation من data ribbon وتقوله انا عايز اعمل validation وعايز اقوله لو سمحت محتاج list وعايز السورس بتاعها هيكون المعادلة اللي انا كتوحطها فوق اللي هي بتشاور على table اللي اسمه category list وعلى field اللي اسمه category جوه التابل ده لو دوست اوكي زي ما انت شايف عمل error مش هيوافق فحدوس اوكي ومحتاج اعمل trick case وغيره هنا هقوله equal وهحطها ما بين indirect formula لو جربت تعمل validation directly على table دائما نحاول معاك المشكلة دي فعشان كده الworkaround اللي هم بنعمله هنحطها جوه معادلة indirect وافتح قوس واخد بالك لازم تعمل كمان double code لازم تديها له كtext لانه indirect محتاجة text وحدوس على اوكي خد بالك انا عملت ال validation هنا مفيش مشكلة ممكن اقول له copy واعمل right click واقول له paste special ومحطها برضو وحتلقي هنا حاجة ما اعتقدش ناس كلها عارفاها حاجة اسمها paste validation لو قلت له اوكي هتلاقي ال validation ظهر معاك هنا على طول دلوقتي دي خلاص انا مش محتاجها delete فخلاص كده بقى عندي ال validation في مكانه الصح ممكن اختار اي حاجة من هنا واقدر اغير وعمل refresh كل حاجة هتشتغل معاك بشكل ظريف طيب محتاج كمان ان انا اعمل limits لدات دي محتاج اعرف start date والend date ويكون بشكل برضو الديناميكي تعال ناخد ال category list دي المرة دي ونعمل لها duplicate مرة تانية افتح على يمين هتلاقي عندك اتنين category list انا محتاج اغير اسمها خليني اسمي دي start date تعال نرجع وراء شوية عند expand لو تفتكري انا كنت اعمل expand بس للكاتيجري المرة دي هاروح تانية خش على expand وهغير selection بتاعي بعدما كان كاتيجري هخليه date وادوس على اوكي change type اللي بعديها طبعا هتضرب في وشنا لان مافيش حاجة اسمها ال column اللي اسمه category اختفى فتشينج طيب معمول عليه اكيد هيبقى غلط delete خلينا اغير ال type اخليه date فاضل حاجة بس واحدة صغيرة عايز ال query كلها تطلع علي value واحدة بس هي عبارة عن start date بتاع ال table ده اللي عبارة عن column واحد مافيه وشغة date هعمل الكلام ده ازاي هروح على transform هروح على حاجة اسمها date هختار حاجة اسمها earliest هتلاقي لوحده حول لك ال query كلها الى single value اسمها first of april 2017 ولو بصيت هنا هعمل الكلام ده عن طريق معادلة اسمها list.min طب لو عايز اجيب ال end date right click ولا duplicate مش هزين اطلع بره ممكن اعملها من هنا اعملها query تانية اسمها start date تعالى نغير اسمها المرة دي ونخليها end date وده المكان هو نفس الخطوات مش هغل فيها اي حاجة بدلما كان مختار list.min انا ممكن اختار list.max باللوجك كده طالما فيه min اكيد فيه max وادوس على enter هتلاقي date بقى 30 june 2017 فكده بقى عندي اتنين query واحدة فيها start date واحدة فيها end date اعتقد انت جاهز ممكن تروح على home close and load close and load to كده وهيعمل load الاثنين query مع بعض ما عنديش option في الحاجة ان انا احط الاثنين كل واحدة في new worksheet ياما ممكن اعمل حاجة تانية ثم اقف على اول واحدة واقوله right click load to المرة دي ممكن اقوله table existing worksheet حطها في column c ودوس على ok نفس الكلام في التانية دلوقتي يبقى عندك table في start date و table في end date لو رحت على output ممكن هنا ارجع اقف على الاثنين على الاثنين عن طريق الاثنين فهيروح على data واقوله لو سمحت اقف على الاثنين المرة دي انا اريد date مش مسموح اي حاجة غير date نفس الاثنين ونسأل الاثنين نفس الاثنين ونضع الاثنين ونحن الاثنين ودعم ادعم نقوم بقاء والثمرة اولا انا مشاهدة امارت الاثنين اشوف الربنيو اللي انا عملت عليه فيلتر ده شكله عامل ازاي تعالى الحاجة التانية ناخد الكوانتي نشوف الكوانتي بتاعة اليوم اللي انا اخترته على الكاتيجري ده عاملة ازاي برضو وبعد كده نحسب الأفريج برايس ازاي اخد توتر الربنيو إيكولز وهعمل سم اول ما هكتب فيل تابل اللي اسمه فيلترد ريبورت ممكن ادوس لتحت واعمل تاب هفتح سكوير براكت انا عايز اجمع السيلز فاليو موجودة اهي اخترتها بالماوس تاب واقفل سكوير براكت ونقفل السم نفس الكلام في الكوانتيتي الافريج برايس حقسم الربنيو على الكوانتيتي حيدي لك الافريج برايس تعالى نعمل شوية فورماتينج سريع كده السمري بتاعك بقى جاهز الفيلتر بتاعك بقى جاهز الفاليديشن معمول فاضل حاجة واحدة بس مش معقول كل ما غير حتى انا نروح هنا اعمل ريت كليك وقوله لو سمحت اعمل ريفرش انا عايز هنا احط بطن صغير يعملين القصة دي اوتوماتيك هعمل كده ازاي عن طريق اني اعمل ريكورد لماكرو سريع عشان ريكورد ماكرو موجود في اماكن كتير تعالى نروح على روح على الشمال من عند كود هنا قوله ريكورد ماكرو هيفتح لك الويندو دي يسمي الماكرو اللي انت عايزه انا هسميه ريفرش ومش محتاج له شورت كي زي ما هو كده انا بس هستيبه في نفس الوركبوك اللي انا واقف عليه وحدوس على اوكي ويه حبدأ على طول ريكورد الماكرو كلنا محتاج اعمله اروح على الديتا ومن ديتا اقول له ريفرش اول وادوس عليها ممكن دلوقتي اعمل ستوب للريكوردينج الماكرو بتاعك بقى جاهز تعال ان برضو من ديفالبر نروح على انسرت تعال ان اختار بطن ده ونحطه هنا كده مثلا وبيسألك عايز تأسين عليه انه ماكرو بالزبط فانا هاختار له الماكرو اللي لسه عام دلوقتي اسمه ريفرش وادوس على اوكي اسمه بطن سبنتين لو عملت رايت كليك ممكن اقول له فورمات كنترول ممكن اختار فونت اكبر شوية من انا ما اختاره ممكن اكبر الفونت اخليه مثلا 16 وادوس على اوكي اعتقد كده شكله معقول ادت تكست تعال نكتب حاجة عليه زي ريفرش كده حالك جاهز تعال نعمل تجربة سريعة ممكن تختار دلوقتي كلوذنج تعال نختار يوم تاني وليكن اتنين مايو 2017 هتدوس على ريفرش ادي الكوريس بتاعتك بصلاها ريفرشنج على اليمين وعلى الشمال التابل حصل له update ادي التاريخ الجديد اللي انت حرك نختاره هنا وادي الكاتيجري اللي حرك نختاره وطبعا السامري اللي معمول هنا حصل له update مش كده وبس حرك انا عندي الديتا بتاعت السيلز كورتر 3 وكورتر 4 موجودين في اكسل لها تانية تعال نختار مثلا كورتر 3 موفور كابي كريات كابي وتعال نوديه على الفاي احنا شغالين عليه وتعال في نهاية التابل ده تعال نزود كاتيجري جديد انا هسميه triple x ومنتج جديد وليه يكون triple y وطبعا ده في نفس التاريخ ده وتعال نحط price 10 و quantity 100 وبالتالي revenue سيكون 1000 وتعال نروح على output ونعمل refresh واحدة الاول عشان يـ update طبعا list بتاعتي بتاع resources وبالتالي update categories هنا لو اختارت هنا category اللي اسمه xx وتعال نختار اليوم بتاعه اللي هو كان 30 29 2017 refresh مرة ادي record لسه جاءت لك على طول عن طريق ديناميك اللي احنا عملناه مع بعض في احد الفيديوهات القادمة هنشوف ازاي نعمل كل اللي احنا عملناه ده من غير power query خالص هنشوفه عن طريق الديناميك احنا دينا عنها فكرة في الفيديو اللي فات فنفس اللي احنا عملناه بالضبط هنشوف ازاي ممكن نعمله بالديناميك وقبل ما نسيبكو اشترك واعمل لايك الفيديو لو عجبك واسب لي تعليق لكي استفيد من تعليقاتك وشكرا جدا لوقتك وشوفك في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته